السلام عليكم أعزائي التلاميذ عزيزات التلميذات يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى في درس جديد دائما في دروس التعليم عن بعد درسنا لهذه الحصة سيكون تحت عنوان أسلوب النداء عناصر الدرس هي كالتالي أولا تعريف أسلوب النداء ثانيا عناصره ثالثا أدواته رابعا أحوال المنادة ثم سنأخذ بعض النمادش الإعرابية للتدريب عليها إذن تأملوا معي أعزائي التلاميذ المجموعة الأولى الخاصة بتعريف أسلوب النداء وعناصره إذن لدينا أول جملة هي يا سائق تبهل أعيد يا سائق تمهل الجملة الثانية أيا محمد أقبل لاحظوا معي أعزائي التلاميذ أن هاتين الجملتين تصدرت بأداتين وهما أدوات النداء في الجملة الأولى نجد يا وفي الجملة الثانية أيا إذن نحن نريد هنا أن ننادي على شخص معين لكي نثير انتباه أو لكي ننادي عليه في الجملة الأولى نقول يا سائق تمهل إذن الأداة هي يا ونريد أن ننادي على السائق لكي نتير انتباه حتى يتمهل أثناء الصياقة أما الجملة الثانية فنحن ننادي على محمد لكي يقبل إلينا إذن منه يمكن أن نستنتج أن أسلوب النداء هو طلب قدوم من تناديه أو إثارة انتباهه أي هو بمتابة خطاب موجه إلى مستمع لكي ينصت إلى ما سيقوله المتكلم وهو يتكون من ثلاثة عناصر أولها هي الأداة ثانيها الفعل ويكون دائما محدوفا تقديره أنادي ثم المنادة ننتقل الآن إلى المجموعة الثانية والمتعلقة بأدوات النداء فكما تعلمون أن لكل أداة من أدوات النداء استعمالاتها الخاصة هناك أدوات تستعمل للنداء على القريب ومنها ما يستعمل للنداء على البعيد ومنها ما يستعمل للقريب والبعيد معا إذن كأمثلة لدينا إذن للنداء على القريب فأنا أكتفي باستعمال الهمز أو أي إذا أردت النداء على البعيد فأنا أستعمل الأداة آ أو آيا أو هيا هيا في حين تبقى الأداة يا للاستعمالين سواء للقريب أو البعيد ننتقل الآن إلى هذا الجدول الواصف والذي سنتعرف فيه إن شاء الله عن أحوال المنادة نعم كما تلاحظون أن الجدول به بعض الخانات إذن الخانة الأولى بها الجملة الخانة الثانية الأداة نعم استعمالها أو استخدامها نعم المنادة نوعه ثم حكمه الإعرابي إذا أخذنا الجملة الأولى أخالد إن التدخين موت بطيء نعم الأداة المستعملة هنا هي الهمزة نعم واستخدامها كما تبقى وأن تعرفنا فهي للقريب جيد إذن المنادة هنا نحن على من ننادي أو من ننادي نعم ننادي على خالد فنقول آخالد إذن المنادة هو خالد جاء مفردا والأسماء أو الأعلى المنادة فإن يتبنى على ما ترفع به جيد ننتقل الآن إلى المجموعة أو إلى الجملة الثانية أي مضخنان أقلعا عن التدخين الأداة هي أي ونستعملها للقريب المنادة مدخنان وقد جاء نكرة مقصودة نعم كيف نكرة مقصودة بمعنى أنني أقصدهما وأعرفهما وبالتالي فنوع المنادة هو نكرة مقصودة والنكرة المقصودة على ما ترفع به أيضا الآن ننتقل إلى الجملة الثالثة يا مدخنة تبغي والتبغي مضاف إليه إذن حكمها الإعرابي هو النصب نعم الآن الجملة الرابعة آ جاهلا مضار التدخين تفطن الأداة هي آ نعم تستخدم للبعيد المنادة هو جاهلا ونوعه جاء شبيها بالمضاف قد يتساءل بعضكم لماذا قلنا شبيه بالمضاف ولم نقل مضافا نعم لماذا لأن المضاف يتبعه أو الكلمة التي تليه تكون مجرورة وفي هذه الحالة نعم الكلمة التي جاءت بعد جاهلا جاءت منصوبة ثم هناك كلمة للمضارة فهي جاءت كيف جاءت مجرورة إذن لماذا قلنا شبيه بالمضاف لأن إذا قلنا أجاهلا أن التدخين تفطن الجملة غير مفهومة وبالتالي غير تامة ولكن إذا أضفنا لها كلمة تشبه المضاف لأنها تضفي عليه معنا لهذه الكلمة أو هذا المنادة فنقول أجاهلا مضار التدخين تفطن إذن وقلنا أن المنادة هنا جاء شبيها بالمضاف نعم حكمه الإعرابي فهو قد جاء أخيرا